صعوبة الدوري المصري تبعتنا من بعيد جدا وشفت الدوريات انا كنت مع فرقاتي كنت بطل الكونغو بس كنت متبع برضو دوري المصري وعايف ان دوري المصري كل مباراة بتبقى معركة حقيقية زي بطوط افريقيا تشوف مثلا مصري في الطوط الكونفدرالية الكونفدرالية عموناتاك كويسة ومشيين كويس والقه هي طبعا وجودنا كويس في الطوط الأفريقية مرة كمان بحب اقول انا عندي ثقة في اللاعبين وفي النادي بتاعي والفريق اللي انا بشتغل معي واللي حصل انها كويسة دي كانت مكافأة لعمل جاد مع الجهاز اللي معي سواء جهاز فاني او ايداري او جهاز طبي وعايف انتعز فرصة وجودي في البرنامج ده ان اشكرهم لانا قضينا بعض ساعات وساعات وساعات علشان نشتغل كويس ونشتغل ندلس الخصوم بتوعنا عشان نحاق نتيجة كويسة والادارة برضو وفايت لنا امكانات كل اللي احنا محتاجينه عشان نقدر نحاق النتائج اللي احنا عايزينها والنقطة الاكثر اهمية بالنسبة لي حتى لو كنتش دائما كويسين عارفين ان احنا عندها شغل كتير عايزين نحاقق وعايزين حياة كتير نازم ننجزها قبل ما نوصل المستوى احنا عايزينه لكن المهم بالنسبة لي ان الجماهير تبقى فخورة بنا عشان تقعينا كويسة ويكونوا فخورين بنا ان برغم وجود المشاكل روح اللعيبة كيتموجودة وكيتحضر في الملعب وساعدت تحقيق النتائج وانا بقدر امكاني بحاول لا تنقلش على اي خطأ او اي نقطة ضعف في الفريق وبحاول اصلاحها نحن نمثل بؤسسة النادي الاهلي الفيرق دي نمثل بؤسسة النادي الاهلي ولازم نكون على قادر مسؤولية ولازم بديد كل عندنا علشان نكون جادرين باسم النادي الاهلي وطبع الامكانيات النادي الاهلي لازم بيينوها في الملعب وطلعوا الافضل ما عندهم خصوصا في الاوقات الصعبة وطلعوا الان احنا عادر ميسا النادي النادي النادي